زي ما قلت في المقدمة كده إنه لما بنقول رياضة قتالية دايما نفتكر إنه اللي بيحق بطولات كبيرة شباب ما نعرفش بقى أن في بنات كمان اقتحمت المجال ده وده تميز واضح جدا ليك في الأول علشان الناس اللي ما تعرفش حاجة عن الرياضة دي عايزين نعرفهم يعني إيه ووشو كونفو ووشو كونفو يعني فنون الكتال العسكرية الصينية كانوا بيستخدموها في الصين زمان طبعا هي مكتبصة أصلا من الحيوانات وطرية الدفاع عن نفسهم والهجوم فتم هنا في مصر بدأت تنزل في شكل مدر وأسليب سريعة طبعا في منها أسليب جنوبي وفي شمالي وفي طيجي أنا بلعب جنوبي أسليب جنوبي ملاكمة جنوبي وسيف جنوبي وعصوة جنوبي ليه؟ ليه تحديدا اخترت اللعبة دي أو تعرفت عليها زي أنا حبيتها أصلا كنت بتفرج زمان على جاكيشين ورياضات كثير يعني فكنت حبيها قوي ولما دخلت فيها حبيتها أكتر لأنها بتزي دفاع عن النفس بتزي ثقة للنفس زيادة تعمل موت كده واختلق في يعني مع اللي بيلعبها فهي فأنا رياضة جميلة جدا مين شجعك عشان تلعب الرياضة دي يعني دايما البنات لما حبوا يلعبوا رياضة يروحوا مثلا الألعاب اللي شبههم يعني الجنباز السباحة الحاجات دي لكن مين اللي دفعك تلعب اللعبة دي هو أنا زي موطل حضرتك في الأول هو أنا اللي كنت حبيها أصلا بس لما كررت أن أنا أروح لعبة زي كده فهما كلهم عادي يعني يعني ألوي تمام عيلتي في البيت اللي هو خلاص عادي ما اعترضوش لا لا ما كانش فيه أي اعتراض يعني اللي هو عادي وشوفي وقرابي هل في صفات معينة لازم تبقى في لاعب الوشو كونفو بالصفات معينة هو لازم بس يبقى أن هو يأخذ الحاجة دي جد عشان يقدر أن هو يوصل فيها طبعا صفات اللي هي كاليوقة جسم أو الليوقة بدنية دي بيستمدها من التمرين نفسه لكن مش بالصفة معينة أي حد يقدر يلعبها ويمريسها إزاي بقى قدرتي تحقق التمييز دا يعني إحنا لو نشوف كده الترابيزة اللي إحنا قاعدين عليها دي مليانة ميداليات وشهادات تأدير ومراكز أولى أنت عرفتي توصلي لها وعلى مستوى بطولات متعددة ومتنوعة إزاي عرفتي توصلي للمستوى دا طبعا أنا كنت أول حاجة لازم أسمع كلام الكافتن بتاعي يعني كافتن جورج دايما كان يقولي اشتغلي دا حتى لو في البيت مع نفسي بعيد عن التمرين كنت دايما لو أنا أنا أي حاجة بتمرنها لازم أقوله أنا بتمرن كذا فكنت كان هو ماشيني على برنامج تدريب لازم أبقى ماشي عليه طبعا مع الإسرار والعزيمة وكل الكلام ده فأكيد بيوصل يعني غير لما حد بيبقى مثلا أخذ الحاجة كهوية ومش بيعمل فيها كتير يعني أنت احترفت الموضوع اه